اشتركوا في القناة وقال صادم علق على منشورات قديمة لها وقالوا فينك مختفية انت وشرين طمينينا وجات التعليقات بعدما علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية على شائعات محاولة شيرين عبدالوهاب انهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة واكد الدكتور محمد عبدالله ان شيرين عبدالوهاب بخير ولا صحة لشائعات ومحاولة انهاء حياتها دي حاجة ملهاش اي اساس من الصحة واشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين الى انها تواصل بشكل شخصي مع ادارة اعمال شيرين عبدالوهاب وتم نفي هذه الشائعات تماما موضحا انها تتفق حاليا على اقامة عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات محاولة انهاء شيرين عبدالوهاب حياتها عن تناول دواء الزنكس ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل وخاصة مع اختفاءها عن مواقع التواصل الاجتماعي والظهور العلني منذ فترة جزالك بعد ايام من تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي اخبارا عن وفاة المطربة شيرين عبدالوهاب بازمة قلبية وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرأة وانقابة المهن الموسيقية توصلوا مع المقربين من شيرين عبدالوهاب والذي اكد عدم صحة هذا الخبر وان الفنان شيرين عبدالوهاب بخير وتتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الاغاني الجديدة